بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالبات وطالبات المرحلة الثانوية العامة مرحبا بكم على قناة مستر روسف عزة لشرح تبسيط قواعد اللغة الإنجازية وحل أيضا التدريبات المختلفة على المنهة بتاعك إن شاء الله في المرحلة الثانوية العامة كاملة بإذن الله كمان شباب معانا على نفس القناة تعيدنا قناة مستر روسف عزة الصف الثالث الإعدادي أما بالنسبة لطلبتنا وولدنا في المرحلة والصف الأول والثاني الإعدادي فإحنا عندنا قناة تانية اسمها قناة إنجليزي إبتدائي عند إعدادي إن شاء الله نرشوا باب اللقاء مع طالب طلبات الصف الثاني الثانوي مستمرين واحدة التسعة درس الأول والثاني إن شاء الله نرشوا باب نشتغل على الجرامر بتاعها أو تدريبات القواعد البداية تعدنا إن شاء الله موجود على صفحة 130 بسم الله الرحمن الرحيم على بارك الله لأننا قدام نواضح براكتس للإنجلج السائل تدريبات الجرامر والبداية زي ما قلنا على صفحة 130 ومنها الأول جملة بيقولك فيها المعلم كان راضبا مع جلال ليه عمي؟ قال لك لأنه سأل هنا طبعا على جلال جاء فراخ وشان السؤال وخد بالمحلة تدري As his friend مثلى صديقه طيب قبل ما نسترسل شباب نبدأ ناخد إجابات ونحلوا الديناء دية بنأكد عرف علمهم جدا للاطلاع والاستماع ومتابعة ويه بإذن الله بإذن الله مذاكرة قاعدة الوحدة نقطة مهمة جدا جبل ما تحلل تدريباتها داشا والوحدة دية بتتكلم في قاعدة اسمها comparative phrases أو ما يعرف باسم بعبارات المقارنة والجزء ده من القاعدة مبني بدرجة كبيرة جدا على قاعدة مقارنة الصفات اللي انت خدتها في الترم الأول تمام؟ يبقى دخولي للقاعدة دي ومزاكرية دي لها نقطة أساسية فيه ان انت تكون تسترجع الأول قاعدة مقارنة الصفات والتفضيل اللي كانت موجودة في الترم الأول تمام؟ على براكت اللي هنبت طبعا بالإضافة ليه قاعدة يوز دوتو برضو دي سبغ ليك اللي انت خدتها قبل كده فهنمر بقاعدة دي ان شاء الله طيب نبدأ بقى على براكت اللي هنشوف العجابات نقول slightly as same ما فيش صياغة اسمها slightly as same دي دي خطأ يعني الصياغة دي في حد ذات راح داخل طيب far the same far the same مع as ايش طيب exactly same من غير ذا ما تنفعش صياغة خطأ مين فيما الصياغة الدقيقة الوحيدة هي exactly the same وبعد كده as معنى الجملة على بعضها المعلم غضب او كان غاضبا من جلاله لانه سأل نفس السؤال اللي سأله زينيله او صديقه حد يسأل سؤاله المعلم رد عليه بعد ما رد عليه وخلص الإجابة عرف حتى انه سأل نفس الله وما انت كنت قاعد ايه فين انت بقى نقول لي فيها your marks are درجاتك كزمين اه حلو اوي طبعا بنفقت انتباه نقطع الشباب ان المقارنة في عبارات المقارنة هنا اللي قدامي على القاعدة ده هي منها ما هو يقول ان انت يا امي زي بعض ما اقول لك exactly the same ببقى كده زي بعض زي exactly the day اللي احنا خلناها في الجملة الاولانية يا امي في زيادة طفيفة ماشي زي ايه بقى slightly كزا ومن المراسل وحاجات زي كده او انها تكون زيادة كبيرة زي far وارغطوا الحاجات دي تمام طيب نرجع تانين الجملة your marks are درجاتك كزا تبقى ايه بقى almost as good مش مكتملة على اللي في قولك as good as كنا قولنا ماشي طب almost as good as ماشي صياغة سليمة بس نظبه نشوفه البقين good as وحدها مش مكتملة slightly good as لو قلنا slightly ببا انت محتاج الصفة تدخل في شكل المقارنة ما تبقاش يصفة على وضاعها طبيعي زي كده يبقى نرجع لي مين للصياغة الوحيدة دقيقة almost as good as ودي معناها تقريبا زيها زي درجاتك يعني كويسة زيها لان كلمة جيد بمعنى جيد كلمة good بمعنى جيد باللغة العربية نحرك شاشة بقى باشا نخلي جونرقم ثلاثة عنوان دي بيقولك فيها عندما زورت وسط البلد وسط المدينة زي ما يقول طيب كان ايه وجاب لي فرق less crowded خلو خالص زال الله 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 بما هو جايب less crowded زال وما ايه اللي ناقص ناقص كلمة نرجع تبقى دوله تعالى نشوف مين فيهم اللي تنفع تبقى في مجال المقارنة عشان اقول اقل شوية من كذا تعالى نشوف نقول slightly آه ينفع slightly less crowded تنفع ديورة mini مش من ضمن خلاص ولا so as من ضمنهم لكنها ليست هي الإجابة الإجابة هي slightly less crowded بمعنى بدرجة طفيف اقل شوية في الزحمة من المعتد الجملة العربعة بيقول فيها مسر اسامة السيد اسامة بيرتدي ماشي ايه يا عمي والدرجة محتدي the same وبعد كده نون سوت وقاز وبعد كده ايه وبعد كده مي حلو خالص يبقى هنا هو ايه far ما بيجيش معها the same slightly ما تجيش معها the same ليه far بتشيل الزيادة طب ازاي في زيادة وازاي the same slightly بتشيل الى يعني حاجة طفيفة ما يجيش برضو معها the same much تشيل الزيادة زيها زي far يبقى ما تنفعش معها the same مين اللي ينفع معها exactly معناها بالضبط exactly ده same وبعد كده اسم وبعد كده اسم نوح معجورة رغم الخامسة اقول لها فيها my new flat is شرقة الجديدة ايه كمل يا عم as the old one كزا مثل القديمة طب تبقى ايه slightly as big as يعني كبيرة زيها بدرجة قفيفة ولا slightly bigger ده شكل مقارنة تمام ولا almost as big as ولا so big الاجابة الدقيقة الوحيدة هي almost as big خلاص لاني almost as صفة as لكن slightly لازم يكون وراها صفة واخد شكل المقارنة يا شباب ما تكونش ما بيجيش وراها as خالص لان slightly معناها بدرجة طفيفة ازاي بدرجة طفيفة ارح اقول as مثلة ما ينفعش الكلام ده يا شباب خلي بالك من العبارات ستقول لك فيها the exam slightly اه حلو اوي slightly بانت كده ايه بانت كده عايز صفة في شكل مقارنة تمام كده كلمة slightly معناها بدرجة طفيفة than I expected يبقى الامتحان كان بدرجة طفيفة كده مما توقعته يبقى نقول وهذا شكل المقارنة ولا as easy وهي غير مكتملة ولا مطش ازاي وهذا شكل المقارنة بالسمبل slightly ما تنفعش انه متناقضين slightly معناها طفيفة ومطش منها كتير ما يجوش مع بعض تناقض فهذا الاسي الصفة هو وضع الطبيعي لا انا اخد ايه ازاي في الشكل المقارنة لان slightly تيجو وراها صفة المقارنة قصيرة المقطعة زي ما انت شاف كده هو واخد شكل ايه المقارنة مقارنة مقارنة معناها انه في اخرها اي ار او اي اي ار او ايه بقى زي ما انت شاف كده السيارة بتاعتها واخد شكل المقارنة واضحة جدا مفيش فيها مشكلة سابعلك فيها في اي وقت احنا بنيجي الفندق ده علشان نقيم فيه بناموا في نفس الحجرة طب نقولها the same بس اللي جاي بعدها نونهم ولا same من غزة ولا the same as ولا as the same ده same فقط ليه لان انت مش بتقارن في صفة انت بتقولي انا بنام في نفس الحجرة ايه با مش محتاج مقارنة صفات ولا ايه حاجة معناها في نفس الغرفة الجملة التاسعة التام نقول لك فيها بترول زيت البترول اللي هو البنزين تحديدة as it was last year زيت البترول او البترول التحديد البنزين يعني قصد بها كذا غالي ماشي كما كان العام الماضي احنا مش عارفين هو اكتر ولا اقل وشوف الايجابة المتاحة طيب slightly expensive slightly expensive ما الجيشي slightly معناها بضلقة ضفيفة غالي وبعد كده تيجي as تيجي ازاي مع الكلام ده طيب far expensive far مع as ما ينفعش almost expensive it almost as almost as انا اقصت لها as المستوى هدها مش هتنفع almost as expensive as almost معناها تقريبا مع as بتكمن معايا صياغة سليمة في جمعة رقمتها حركنا الشاشة عشان نخلي جمعة عنواننا وبيقول لك فيها my leg hurts قدمي تقلمني تمام can you walk هل لك انت سير كزا more slowly عايز يقول له يا عم امشي يعني ايه بيهدوك شوية كده رجلية واجعتني طب يقول لها almost مع مور ما تجيشي as مع مور ما تجيشي طيب لوت ما فيهاش خلاص يبقى من بقى المنطقية والدقيقة slightly more slowly يعني امشي ابطأ شوية عم رجلية واجعوني انت ايه بقى عشو لي فيها طبعا عني ماركدة عربية محروفة is exactly the same خد بقى لك بقى exactly the same price وبعاكا تيوتا فاضل لي ايه فاضل لي بقى لما اقول exactly the same وبعاكا ناون فاضل لي فاضل لا فيش اي سياغة بديلة لها شو يقول لك فيها كزا كامل two times مرتين as big as ours يعني بيتهم كده هو تقريبا مرتين قدبتنا طب نقولها بايه بقى انا قلت الكلمة قلت تقريبا تقريبا ايه almost almost two times as big as خلاص طب ليه لاش امستر almost as two times ما خلاص as as متحققها هنا هي مجيبهاش تاني طيب slightly بضرجة طفيفة مرتين يعني ازاي مرتين وازاي بضرجة طفيفة طيب ماتش ميجيش وراها الشطيغة اللي انت شايف قدامك ومستي الوحيدين فمعها as من خصفة ما از ما تشايفه جملة رقم 11 نشوف الليك فيها going by train slightly حلوة اولي ها الزهاب بالقطع المخصوص دي سفر بالقطع slightly than driving your own car انك انت تسافر بالقطع بضرجة طفيفة كزا من عربي تك يبقى ايه slightly much expensive طب ازاي slightly وازاي يقول much طيب نقول slightly مع expensive صفة طبيعي ولا slightly مع more expensive اللي بيقولوا عليها صفة في شكل المقارنة ومن الصفة طولة مقطع فجبنا قدامها وجبناها هي في شكلها الطبيعي لان في صفات طولة المقطع احنا مش بنطلق مش بنطلق عروف زي صفات قصة المقطع ولا ازمع expensive ما يفعش ازمع slightly يبقى من الطقيقة الوحيدة هي more expensive اجابة وحيدة صحيحة تجرب لك في ايه عندما كنت اصغر يعني ما كنت ايه اقل من كده في السن اي ايه بقى انا ويجب لك حلو خالص هنا بقى انتقل لحاجة تاني ما تكلمش ماشي ما تتكلمش في موضوع الصفات المقارنتها ده راح للقاعدة التانية اللي قاعدة والحاجات طب اقول لك ايه يقول لك عندما كنت صغيرا اصغر من كده في السن السباحة مع اصدقائي على البيتش حلو خالص بقى هو كده بتكلم ايه بتكلم عن عادة متكررة في الماضي طب بيقولها تديد تدل على الحاضر طيب ولا انت اللي هتدل على ماضي بسيط حدث وقع وانتهى ولا جو مدارع بسيط كده اللي تفهم هنا وضو المصدر تمام؟ وهي بديلة في فكة العادات المتكادرة لكن مش حاجات تاني لما هيجي معادها اقول هالك تعالى نروح لي الجملة رقم اربعة عشر وبيقولك فيها عندما كنت طالب كنت دايما نخلص الواجب بتاعي عندي ذن وبعد از كزا انا ورق التلفزيون لمدة ساعة طيب ولا واتش بس ولا واتشنج ولا واتشد انا هاخد واتشد ماضي بسيط حدث وقع وانته تمام كده؟ ايب هو لما كان لما كان ماشي طالب كان يخلص الواجب بتاعي وبعد كده هو يروح يتفرج على التلفزيون حدث وقع في الماضي وانته تمام كده؟ طيب ايه الدليل يا مستر ان الجملة بتاعتك دي تتحلي بالماضي البسيط بقط مش بيوزد تو شايف اند دي اند ده رابط يا شباب عندنا في اللقاء احنا بنسميه ترانزيشن ترانزيشن معناها رابط كلمة تربط ما بين جملتين الرابط اند من اهم صفاته انه بيربط الجملتين حتى في الزمن حتى في الزمن بص كده اولوز جاي وراها فعلي في زمن الماضي البسيط حل؟ بل الفعل اللي يجي يربطه باند لازم يكون في نفس زمنه ده ماضي بسيط يبا ده ماضي بسيط وهكذا نروح لي الجملة رقم خمس شباب لك فيها عندما كان شابا مالوي عمه قال لي هو كذا العجلة بتاعته ايه؟ يروح بها المداز بل بنقولها مضاعة بسيطة بازاي وحنا بنقوله ماضي مستمر ماضي مستمر ماضي مستمر الحدث قطعه اخر فين ده؟ مفيش فاضل معي هادريدن هادريدن ده ايه؟ ده ماضي تام طفين الحدث اللي انت بتقول ان ده ابعدت علشان في واحد اقرب منه فتخلي ده ماضي تام مفيش يبقى هو بيتكلم عن ايه؟ عن عادة او وضع او حالة وهيئا كانت موجودة في الماضي ممكن تكون غيرت في الحال لانه مش مكمل لي عشان يقول لي بس ماشي يبقى نقول لي اجابة واحدة صحية ستجبر فيها عندما كنا اطفال ماضي موجاة في فراغ الام كانت بتسطحبهم للفراش وتقرارهم قصة قبل النوم قبل النوم نقولها بود ولا ولا لان اقد لها بود اجابة نشطح مثلا كانت الام بتعملها معنى هم مصغرين تقرارهم قصة النوم طيب حلو لماذا مستر ما اخذتش وراءه لا الصيغات التي هي وراها جرند. حلو كده او او نوم ده مش موجود. ووس ان تيووز التو زيها الاولانية المثبتة اللي هي ووس ووس او تاني ما انفية لاازم يجب وراها يا نون اي جرد ده مش مختلح. دي دين تيووز التو دي هو خطأ اساسا لان دي دين تيش وراها فعل مصرف يجب وراها خلاف المصدر ترجع دي في من بها الوحيدة الصحيحة ود وخدنا هيجب. سرداش حولك في اهذه الماشي شاء قنف قناف معناها تيسيرات او مرافق او تأسيلات كافية. للناس المحليين المقلمين في المكان بقناه ولكن الان الآن ده يبقى ده معناه ان الشيء ده مكانش موجود في الماضي واصبح موجود في القاضي. يبقى انت عايز ماشي? اللي طيب. ما خدش لها لانها تنافي معنى الجملة بتديني معنى عكسي. انا عايز ايه? انا عايز اقول انه ده مكانش موجود. مش العكس. طيب. ليه ما خدش لها لانها زيها زي يوز تقول في فكرة الاسبات. دي حاجة. الحاجة التانية انها بتتكلم عن وضع او حالة او هيئة. ووطبي ما بيجيش مع الوضع والحالات والهيئة. خلاص? طيب. ليه ما خدش لها ومش بتكلم عن ملكية. وبتكلم عن وجود او كينونة. والمكانش في كزا. مش بتكلم عن ملكية هذا الشيء. احناك الشاشة لجملة رقم 18 عنوانها وبيقولك فيها. كان قائد. كان سوى. طيب. بطنو هي ايه? اه عايز تغير انت بقى. يبقى انت تجيب في المضارع البسيط فعلي ويفيد النفي مع مين? مع الضمير هي? يبقى بقول. اي يوز تو بي ادرايفر نو هي ازنت. الله ليه مستخدت ازنت تحديدا. مش هو بيقولك بذلك بتو بي هو الفعل الاصلي في الجملة دية? كان مسبت صح كده. طب لما تنفيه تبقى ايه? في المضارع. يبقى ايه زنت معه? بس انتهى الكلام. مش محتاجة علاقة كثير من كده. لان الموضوع ابسط من يعني من كده بكتير. تنسى اشبه لك فيها تورس فيزينج ايجيبت الساحين الذين يزورون مصر في مطاعم الفنادق. بدلا من المطاعم المحلي. طيب. يوز تو ايت. يوز تو ايت دية مش من صياغات العادة في الماضي. طيب. ووت ايت ولا وير ايتن ولا هات ايتن? ووت ايت. خلاص كده. يعني هيروحوا ياكلوا في المضاعم او بياكلوا في المضاعم اه بتاعة الفنادق. مش بيطلعوا للمضاعم المحلي. تمام? ودي تمثل عن عادة او حاجة متكررة بيقوم بها هؤلاء الساحين. طب ليه مثل ما اخدش ورية تنجد مها ماضي مستمر? هو بيتكلم حدث كان مستمرا في الماضي قضاها اخر? لا. بالعكس مش بيكلم عن حكاري. طب هادي تم ماضي تم. فين الماضي البسيط اللي معاش انت تقول ان ده ماضي تم. اشيبه لها فيها في الاجهزات مام ماما وجيب فراغ مي ابيك بريكفست. ماشي فيها يعمل اجهزات ماما كزا ليه في تراكيبية. نقولها ده ماضي مستمر. فين الماضي البسيط اللي قطع وما فيش? ده مدارع مستمر. هو بيتكلم في الاجهزات ودي هي من الصياغات الدلة على الماضي. حد من ماضي تم فين الماضي البسيط اللي ابعد منه عشان تخليه ده ماضي تم. فاضل ايه? تمثل عادة. ماما بتكررها في الاجهزة. يوم الاجهزة تروح عاملها له واجبة كبيرة علشان يستمتع بها. واح تشوف لك فيها ده شي. هل هي وجاب لي فراغ. انها هتبكي كتير. وين شي بوزة بيبي لما كانت طفلة رضيعة. طب نقولها في المصدر هي مع ده ماشي. صيغة منطقية. ده ما تنفعش عشان ده ما يجيش معها فعلا ما تصرف. يوزنج كده بي يوز تو. ديتش بي يوز تو. اغلق الصيغة دي صيغة خطأ. تمام كده? يبقى فاضل من بقى الصيغة الدقيقة السليمة. يوز تو يا بقى وحيدة صحيح. الدين وعشين نقول لك فيها. وين علي ووز السنام? ده بقى كان طالت ماشي. ما له يا سيد الشخص ده. هي هو واجب لي فراغ. اللونج بيرد اللحية طويلة وشعر قصير. طب نقول ليه? وود هاف? ولا يوز تو هاف? ولا هاس? ولا هاز هاد? انا هاخد يوز تو هاف. ليه مستر ماخدتش وود هاف? برغم ان تقللنا في القاعدة ان يوز هاف ممكن. او ووده المصدر يعني بديلة ليوز تو المصدر مع بعض الاشياء. ها ها. خد بالك من نفسك وانت قولت ايه? بعض الاشياء. اللي هي اه? عادات متكررة. تمام? دي اللي تنفع يوز تو وود آآ يوز تو مصدر. ووده المصدر يكونوا بدل بعض. لكن لكن اللي فعل لها لقابة الملكية والتي تدل على وضع او حالة وهيئة كنتمودة في الماضي غيرت في الحاضر. ما ينفعش فيها وود. ما ينفعش فيها وود. الوحيدة فيها اللي تنفع يمين. يا يوز تو. نحرك الشاشة لشنغل قوم رقم تاتة وعشرين هي عنواننا ويهي بيقول لك فيها? وانهي وزع درايفر عندما كان سوق. ماشي. والدي مالي وسيدان هوم المنزل من العمل الساعة سبعة. يعني كان برجع البيت الساعة سبعة. طب نقول هاد ماضي تام. طب فين الماضي البسيط بتاعه عشان تخليه ماضي تام. الوحيدة بسيط ما ينفعش مع اوز. طب مفيش اي ام ولا از والار ولا ولا اي حاجة فيها اي جيران دا كده. فاضل مين? صياغة وحيدة دقيقة اجابة فيها تات وعشرين. عشرين بولي فيها عندما كنت مراهقة. ماشي اي بيكلم عن نفسه. مالي كسيري كنت ايه? كزا اجداني واساعدهم ان هم يخبزوا. طب نقول هاي ولا بس في المصدر طب فيزت دا دا معناها كده مضارع. طب مضارع مع اوز تريد تيجي ازاي? اميوز دا طب مضارع برضو مع اوز برضو تيجي ازاي. طب دا حدث كان هناك دا حدث مستمر كان هناك اخر قطعه بسيط. مفيش برضو. مين بقى اللي تنفع? والفيزتة اللي تمثل عادة. عادة. لما كان في مرحلة المراقبة بتاعته كان عنده عادة. انه روح يزور تيته جده ويقعد معهم ايه? ويخبزوا. خانسوا شو مالي فيها? هو اعتاد ان يرسل خطابات. تبذكر ان دا كان زمان. ها يبدأ معنا نتغير الوضع ده. ايه با ايميلز? اه. لاني ناو تدل على المضارع الوقت الحاضر اللي احنا فيه بانت اعز مضارع بسيط. ما ينفعش اقول مع ناو. ما ينفعش اقول ماشي لانه ديته تمثل عادة في الماضي. انا بقى اجيب ناو ازاي مع عادة. طيب وبعد كده اناو ناو هي طالما جبت ناو. علشان اقول ان الوضع والحال اللي كانت مقودة في الماضي الغالية في الحاضر بانت عايز مضارع بسيط مش عايز مضارع مستمع لازي مضارع بسيط. شو مالي فيها ماشي كان متعاودي بها عنده عجلة. ايه? دلوقتي ما عندهوش. مفروض اقول هافي يعني. لو عايز اكملها. تمام كده? لو عايز اكملها. خلاص? طيب ليه مسلا ما خدتش هازنت? هازنت ما تنفعش تجي لوحدها. محتاجة معها هازنت جوت. هازنت ما تنفعش تجي وحدها. محتاجة معها اجيب معها ايه? جوت. عشان تشير للملكية. لكن دازنت هي نفي لما اقول فلان هاز كزا اول هي دازنت هاف نفيها دازنت هاف. تمام كده? انما غير كده هو هبة خطأ. ازنت بتكلم عن الكينونة مش عن الملكية. قول لك كان عنده عجلة عبادية ملكية. داز مثبتة وانا حازن نفي. دازنت خلاص خدناها اجابة. وحيدة صحيحة في جميع رقم ستة وعشرين. احركش شوية بس عشان سبعة وعشرين تبقى ظاهرة بطريقة افضل قدامك. بتقول اللابتوب. اللابتوب بتاع اولها مال واسيد. ويجاب لي فراغ جيد جدا. خلاصة الجملة. بحاجة اختلفت لها. لكن دلوقتي هي لا تستطيع. لا يمكنها انها تنزل بيه. طور منها عن نت. حلم. يبقى ده معناه انه كان في وضع او حالة او هيئة غيارة. تناقض المعنى. دي معناها انه لم يكن جيدة. مش هتنفع. مش هتنفع برضو انها هتعبر عن عادة او فعل متكرر. وهنا مش بتكلم عن عادة او فعل متكرر. ده بيتكلم عن وضع او حالة او هيئة. تناقض معنى جم لفاظ المين. يبقى كان. اللابتوب بتاعه. او لا كان كويس وزي الفل تمام تملك الاساب دوقتي. ما بقتش قادرة تستخدمه في تحميل آآ صور من عن نت. بدأ من جملة تمانية وعشرين الدنيا هتكبر كده وتلاقي الجمل باية اختياراتها كتير او يعني عندما كنت صغير. ماشي يا سيدي. كمل بجملة من دول. تقول غلط. ليه? طينا ما قلت ووز مع يوز تو بي بانت كده هو محتاج ايه? محتاج جراند. ماشي? محتاج جراند. ماشي? من هنا هو قلط الصيغة دي. يبقى كده هو مش ينفع. خطأ. كنت بزور اصدقائي كل آآ نهاية اسبوع منطقية. ما تنفعش لان سلم تمثل وضع او حالة وهيئة. فما تنفعش. سلم يعني هنحيف ودي تمثل وضع او حالة وهيئة. ما تنفعش معناها غلط. طيب. ما ينفعش برضو. ليه? لان الفعل بي لما يكون فعل اصل في الجملة ما ينفعش يكون في شكل ما يكونش في استمراريها. كده منها تلاقي الصيغة الوحيدة الدقيقة هي يعني معنى الجملة على بعضها لما كنت آآ شاب بقى واضح من كده في السم. كان عندي عادة متكررة ان هو يروح يزور اصدقائه كل نهاية اسبوع من حرك الشاشة عشان نخلي جملة رقم تسعة عشرين هي عنوان نقول لك فيها. جملة من اللي جايين صح. يعني انا عايز الجملة الصح ايه? طيب نقصع جملة آية ضمير جميلة جدا. ماشي مع شوبن. تمام? جايزة بالتسوز كل يوم جمعة. ماشي تمام? الصيغة كده دقيقة تشوف عليها. عندما كنت صغيرا غلط ما ينفعش. ما تنفعش مع فعل الملكي. يبا دي خطأ. طيب هاو مني فرينز وودي يو هاف غلط? ليه? لاني ما بستخدمهاش للسؤال بها عن الملكية. يبا زي ما غلطناها في وهي جملة نغلطها في وهي سؤال. طيب هنروح اللي بعدها. هزا اتشارك اضيف. طيب حلو خالص. مما انك انت بتكرها او بتحب بما ينفعش نجيبي معك بود. يبا كده هوا الصياغة دي برضو خطأ. كده هتلاقي الصياغة الدقيقة الوحيدة هي في الحرف ايه? ناخدها ايجابة للجملة رقم تسعة وعشرين. نحرك الشاشة عشان نخلي جملة رقم تلاتين. طبعا من الجملة الطويلة اللي زي كده. بنجيبها جملة جملة قدامك في الشاشة. عشان عينة نكتبها مش مشغولة غير بها هي فقط. جملة جاية من دولة جلالة. دقيقة. تعال نشوفها. اوار نيو كار از ماتش مور بجر. خلت بالك من الحاجة ليه. صفة بيك صفة قصيرة مقطع ما ينفعش اجيب قدامها مور. بس يا قدي كده غلط. خيب. اوار قولد كار وز ماتش مور برضو نجيب نفس الغلطة. جايب مع صفة قصيرة مقطع. برضو مشكلة. قبل و بعدها ده منطقية. مع صفة مقارنة قصيرة مقطع زي ما انت شايف كده زين تمام دي كده حلو. واخد بالك مع حيات دي طالما اقولت ما جيبش مقارنة. يبقى كده هو خطأ. تمام? ترجع علي مين بقى تلاقيها الصياغة الدقيقة الوحيدة في الحرف سي ونحط عليها خط ونقول هي دي اجابتنا. دي كده الجملة الصحيحة دي نقول نها لك يا عم. تعروح لجملة رقم واحد تأتيين. بيقول لك فيها عمتي اوخلتي الانين يدفعوا. مي اجلاس او مالك. يبقى عمتي اوخلتي انا. ماشي كوب. من اللبن كل مرة اي وينت تو هير هاوس. برا حزر. حيو خاط. فيها ابناء المجهول كده. كده كأنه بابن المجهول. ما فيش ما فيش. طب بداية المجهولة راح يجيب بعد ومفعول به. مجيش. طب بيوست اوفرنج فين ام واس وار مش موجود انت. اود اوفر تمثل عادة متكررة. اه ممكن. اوفرز مش نفعل انها مدارعة بسيطة. وهنا الجملة فيها دلالة على الماضي. يبقى هروح لوود والمصدر. التي تمثل عادة اه او فعلا متكرر في الماضي. انا هحرك مرة كمان عشان جملة اللي جاية اختيارتها طويلة شوية. اثنين وثلاثين. اثنين وثلاثين. اثنين وثلاثين. اثنين وثلاثين بيقولك فيها سيارتك. حد بيكلم حد يقول لي اعمل عربيتك غالية وكذلك عربيت هاني. طيب. يبقى ده معناها ان العربيتين غالين. فبيقولك ان العربيتك وعربيت هاني. بنفس السعر. تمام منطقية. اصبر شوية. طالما دخلنا في مجال المقارنة واحد اكبر من التانية او اقل من التانية برضو لا. لان العربيتين زي بعض في السعر. برضو دخل في المقارنة. برضو لا. مفيش اي نوع من النوع المقارنة في الجملة. العربيتين سعرهم واحد. طالما اني سعرهم واحد يبقى اجزاك لده السين هي الصياغة الوحيدة الدقيقة في الصياغات اللي قدامك ديها ولزال اخدناها ايجا. طبنا حركة شاشة مرة كمان معلش الشباب لان احنا قلنا الجملة الطويل انا مش عايز يعني اكتبها مشغولة غير الجملة اللي انا شغال عليه. في الجملة اللي بعدها اللي هجوم نراقب تاتسو تريب ولك هي. المنطقة تغيرت كتير. يعني مكان معين حد كان متعود عليه بشكل تغير تمام. طيب. زير ايه بقى? عايز يقولك كان في موجة في العربيات في هذا الموقع. نقول ار دي بتعبر عن المضارع والجملة بتاعته ماضي. مش بتعبر عن وضع او حال او هيئة ده فعلا متكرر يبقى مش تنفع. ده مستقبل ده انا ماضي ها? يبقى اربعة وثلاثة. شجتي بتبص على شرعين. طيب حلو. واخد بالك من اللهجة المصري الحلوة بتاعت الترجمة دي. ماشي. كل شارع من الاتنين دولار عرضه عشرين متر. يبقى ده معناه ان الشرعين اللي بتبص عليهم الشجة بتاعت حضرتك زيبعة. في الوسع. ده وسعه او عرضه عشرين متر وده زيب. تمام كده? هاتلي الجملة اللي تدي نفس المعنى. ده ستريتس ار ازاك دي سيم وايد اي وهي دي. يبقى هنا ده ستريتس ماشي ازاك لي ده سيم وراها اسم. كده زي الفور. الشارعين نفس الاتسعة. تمام? وان استريتز وايدة بدخلنا في المقارنة لا. فيش مقارنة. ده ستريتس ار ازاك لي ده سيم وايد غلط. وايد دي صفة انا حاجز اسم. يبقى الصياغ هنا هو غلط. تمام? طيب اللي بعدها. ده ستريتس ار نوت سو وايد از اتش ازر لا طبعا. لان هما الاتنين زي بعضة في الاتسعة. هترجع الاختيار ايه? هو الهجابة الوحيدة الصحيحة. ناخدها في جملة رقم اربعة وتلاتين. خمسة وتلاتين نحرك لها بس الشاشة شوية بقولك فيها. لما عمنا. كان بيزولنا في الماضي. طيب. حلو خالص. خد بالك من حتة دي اللي جاية في المصدر بتقولك ان هنا انت محتاج فعل يكون في مصدر برضو. اهو فعلي في المصدر ماشي ناخد ايجاب الله. امستر مستعجل ليه? ما تشوف بورت اللي مش هتنفع لنا ما تصرفها. وتمثل حدث في الماضي واقع وانتهى. وخلصنا. لا ده او بتكلمك عن عادة. او وقع او حالة كانت موجودة في الماضي. الراجل كان كل ما يجيز زورهم يجيب لهم بمبون. تمام? طيب وديهم كمان فلوس. ها? ده ماضي مستمر. طفن الماضي البسيط اللي قطعه. مفيش. هاتبوت ده ماضي تان. طفن الماضي البسيط للجوريب عشان ده يبقى ماضي تان. مفيش. يبقى ايجابة حي صحيحة. فجل من عقام خمسة وثلاثين. كده يا شبا جونتها تضيب الجرامر اللي كان جاي على درس الأول والتاني من الواحدة دي ساعة لك تردبتنا معك لم تنتهي بعد. ان شاء الله انتظرنا في المزيد. مع معمول المخبير اللغة الانجزية مسر و سعى الزاة السلع مالك باركاته.